أما يسوع فمضى إلى شبل الزيتون ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى في النموس أوصانا أن مثل هذه ترجم فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوا لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ثم الحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتبوا على الأرض وأما هم فلما سامعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها يمرأة أين هم أولئك المشتكون عليك أمدانك أحد فقالت لا أحد يا سيد فقال لها يسوع ولا أنا أدينك اذهبي ولا تغطئي أيضا ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة فقال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حقا أجاب يسوع وقال لهم وإن كنت أشهد لنفسي فشهادة حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب أنتم حسب الجسدي تدينون أما أنا فلست أدين أحدا وإن كنت أنا أدين فدينونة حق لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني وأيضا في نموسكم مكتوب أن شهادة رجلين حق أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني فقالوا له أين هو أبوك؟ أجاب يسوع لستم تعرفونني أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد كل يد بدت قال لهم يسوع أيضا أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال اليهود ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا؟ فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم فقلت لكم إنكم تموتون في خطياكم لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطياكم فقالوا له من أنت؟ فقال لهم يسوع أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم لكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب فقال لهم يسوع ما ترفعتموا من الإنسان؟ فحينئذ تفهمون أني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرطي وبينما هو يتكلم آمن به كثيرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر